اهلا بيكم معانا في برنامجنا الاسلام والمرأة النهاردة معانا الدكتور سالم عبدالجليل استاذ الثقافة الاسلامية بالحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على حقوق المرأة وتوقفنا عند جزء وقلنا ودي ليها حلقة تانية نكمل مع بعض حقوق المرأة التي اقرها الله والاسلام شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد نعم كان في حكاية لازم نحكيها على مضوعنا فقط المرأة الرجل يجب انه يكفي مراته اكل وشرب وسكن باحترام وتقدير دون ما يحوجها انها تمدي ايدها ولا تروح تجيب من ابوها ولا ولا الى اخر ستنا هند بنت ابي سفيان راحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له ان ابا سفيان رجل شحيح عنده بوخ لي شوية لا يعطيني ما يكفيني انا وولدي اعمل ايه ناكل منين نشرب منين فقال لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خذي خذي من ماله من غير ما تستأذينيه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فانا بخاطب كل رجل بلاش تزل زوجتك ومراتك اديها ما يكفيها بالمعروف اديها مصروف ايدها اديها تاكل وتشرب اديها تصرف على العيال وخلي بالك ايها الرجل اعظم نفقة تنفقها هي النفقة اللي بتنفقها على اولادك وعلى زوجتك وعلى عيالك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام دينار انفقته على اهلك ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته في رقبة ودينار انفقته في سبيل الله اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك خلي بالك بقى لو ما انفقتش على اهلك بالمعروف وعلى اولادك تحذير النبوة لما يقول لي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يكوت او من يعول وكلمة من يكوت او يعول انه لا يعطيهم ولا ينفق عليهم ما يكفيهم بالمعروف يعني يخش النار والعياذ بالله لعل قلت هند بنت ابي سفيان هي هند زوجة ابي سفيان هند بنت عطبة زوجة ابي سفيان اللي راحت لسيدنا النبي وقالت له ان ابي سفيان رجل شحيح في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود يعني لو واحد جيب صلاة والصيام واخلاق كويسة اوي بس العبي الواحد عنده ان كان بخيل على اهله وعلى مراته وعلى عياله البخل ده وتضيع عياله وتضيع مراته انه ما يصرفش عليهم بالمعروف كفيل بان يترحوا في نار جهنم والقرآن الكريم لما يقول لي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هو بسط وكان بين ذلك قواما لهو اللي بيبخل ولهو اللي بيبذر على عياله فده حق مهم جدا يجب ان احنا نخلي بالنا منه فما ينفعش ان ناكل وسيب مراته ما تاكلش ما ينفعش ان نقلبس وسيب مراته ما تلبش وكل يوم جاي بأمس جديد وبذلة جديدة ومراته ما بتلبش ما ينفعش نروح اجرى على الدكتور كل شوية وسيب مراتي من غير ما ادويها ما ينفعش لابد النفقة والنفقة المتوازنة وخلي مراتي مش محتاجة حاجة كل مراتي بقى بتشتغل وبتساعدني كالترخيرها واشكرها على ده واسب لها جزء مرتبها علشان عايزة تكرم نفسها عايزة جامل زملتها عايزة تكرم اهلها هي حرة وللمرأة ذمة مالية خاصة بها لا يجوز للرجل مهم جدا للمرأة بيبقى عندي حق مهم جدا اشباعها القيام بحقها الشرعي اللي اتجوزنا علشانه لان زي ما انا عايز اعف نفسي هي عايزة تعف نفسها ويجب على الرجل اللي يكسر في هذا الجانب جانب مهم جدا بل مش كده وبس لسيدنا النبي كمان امرنا ان الرجل في هذه العلاقة الحميمية لا ينزح قبل ان تشبع الزوجة مش بس هو يشوف مصلحته ويشوف شهوته وهمه ويسيب زوجته لا بل يجب ان يداعبها وان يحسن معاملتها ومعاشرتها في هذا الموضوع ولا ينزح منها حتى تسعد المرأة وحتى تشبع المرأة ده حقوق وواجبات فطرية بس الاسلام جيه يأكد عليها عشان تستمر الحياة بالمعروف وتتحقق فينا السنة الالهية لربنا عايزها ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة تبقى الحقوق على جانب والمودة والرحمة في جانب آخر يجب ان نعطي ما هو فوق الحقوق الحب والتسامع والألفة اللي بيننا شكرا لكم